نزبط نبدأ بقى بالرشدة الطبية الان وقت انا مريض سكر انا شخصيا مريض سكر وبالمناسبة و احنا بنتكلم عن طيب الزكر الاساس مفيد كان بيعتبر نفسه مريض السكر رقم واحد في مصر ولكن على فكرة كان شديد الصرامة مع نفسه شديد الصرامة صرامة بمعنى تصل لحد الحرمان و ده كان ده من دكتور صراحة غزاء الحرب لا يوصي بالحرمان اكيد يقولك ما تبقاش عندك حرمان لكن عندك ترشيد وليس حرمان نروح بها للرشدة انا رأتي مريض سكر و بياخد انسولين و داخل على الشتة يعمل ايه اللي بياخد انسولين فيه يعني احنا سواء بياخد انسولين او بياخد راس علشان يعدي فصل الشتة عليه بدون متاعب او مشاكل رقم واحد هو محتاج انه يقيس السكر يقيسه اولا بالجهاز المنزلي اللي في البيت العادي لكن الشك نفسها بتاعة الواغزة دي في الاصابع مؤلمة جدا في فصل الشتة و في السقعة فهو وحاجة تانية برضو نتيجة السقعة دي ممكن الاراية لجهاز نفسه يدي قراءة غير دقيقة فعلشان نبقى قراءة دقيقة لازم الواحد يدفي ايده كويس في فصل الشتة لاما الجوانتي او يحط دي مثلا على مشروب دافئ لمدة دقيقة وبعدين يبتدي يقيس السكر ده رقم واحد اللي بياخد انسولين احنا نتيجة البرد بيحصل انقباض في الاوعية الدموية اللي في الجلد وبالتالي كمان الشعر بيقف في البرد عكس السيف بيحصل تمدد في الاوعية الدموية اللي في الجلد ويحصل العرق عشان كل دي يحافظ على اتزان الحرارة الداخلية فنتيجة انقباض الاوعية الدموية اللي في الجلد اخدان الانسولين ممكن يقل امتصاصه في فصل الشتة عن فصل السيف فده هتطلب من المريض ان الجزء اللي بيحقن فيه وهي اماكن معروفة في الايد او في البطن او في الفقد انه يدفيها كويس ايوة ده حاجة والحاجة التانية لو لا ان هي مع اخدان الانسولين مازالت الارقام مرتفعة بيرجع للطبيب بتاعه لانه ممكن يبتدي يزود الجرعات او يعمل تعديل في نوع الانسولين او يضيف بعض الادوية اللي بتساعد مع الانسولين يعني البرودة ممكن بتغير المنهج نفسه بزبط بزبط فده جزء بالنسبة لللي يخص يعني اتداءا كده يعني اتداءا انا المريض السكر عليها ان يقيس السكر يقيس تراقومي ولا المقياس العديد التراقومي احنا بنحتاجه فترة كل 3 شهور نقيسه ده بيدينا فكرة عن مغزون السكر في الجسم خلال التلات شهور اللي فاته وبنقدر نحدد منه اذا كان الشخص دوت سقاره منضبط بمعنى ان التراقومي اعلى من 7% او زي ما الدكتور يقوله وبنستخدمه قواصيل التشخيص في بعض الاحيان لو هو اعلى من 6 ونص لكن ده بيتم كل 3 شهور احنا عايزين الجهاز بيبقى موجود في البيت الجهاز معاك تدفق ايدك لو انت هتقيس بزبط ماشي تكون حريص انت الحتة لا تاخد فيها تكون دائف دافية بزبط سواء لابس حاجة على الحتة دي لو انت هتاخد القلسون لو انت لابسه بزبط ممكن يدفل المكان ده لو انت لابس حاجة بكومه ممكن يدفل يعني انتقدر تعمل احتياطات بسيطة خالص عشان تقدر تساعد نفسك في موضوع ايه والسكر طبعا كمّل ايه فانا الحاجة التانية المهمة النشاط البدني النشاط البدني ما هو ما ينفعش يا أستاذ حامدي لازم نتحرك الحاجة الوحيدة اللي تحافظ على دفئنا في الشتاء هي الحرق